أمستردام احتفلت جماهير آياكس بلقب الدور الهولندي آياكس نزل خلال هذا اللقاء فريق فيلو أحد الفرق المهددة بالنزول منذ البداية اللقاء آياكس بادر إلى تهديد مرمى الفريق الخصم خلق محاولات عديدة ستسفر عن هدف السابق بوسطة اللعب سيم دويونغ الذي وقع هدفه الثاني عشر في الدور ليضع آياكس في المقدمة المباراة ستستمر على نفس الإقاع خلال الشوطة الثاني ضغط لأصحاب الأرض الدقيقة الستون ستعلن الهدف الثاني لآياكس عيسات يمرر كرة جيدة لدويونغ هذا الأخير يسكن الكرة بكل برعة في الشباك فوز تمين منح آياكس لقب الدور لسنة الثانية على التوالي وللمرة الحادية والثلاثين في تاريخ الكرة الهولندية ترجمة نانسي قنقر